يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكل جماهير نادي الأهلي اللي بتبدأ حلقة جديدة معنا من السادسة تحياتي لحضراتكم يبدأ منين؟ نبدأ من قصة التعادل من وجهة نظري بالتأكيد وأعتقد أنه أغلبيتنا هنبقى متفقين أنه تعادل غير عادل ماتش مبارح خطوة في مشوار طويل يعني لو استهى بنهاية المشوار يعني لو قدر لي أنه الأهلي إن شاء الله بإذن الله يتوق باللقب ده هتكون مباراة للنسيان زي السيزن اللي فات بالضبط يعني بص على مشوار الأهلي في السيزن اللي فات تقول أنك قدمت عروض أسوأ من كده كمان وحققت نتائج أسوأ من كده ولكنك في النهاية توقت باللقب اللي ممكن يكون بيديئك هو أنها كانت في المتناول يعني بمتأس سهولة والريحية الأهلي كان يقدر انبراح يخلص أربعة وممكن خمسة كمان لكن غياب التركيز ممكن غياب الفعالية جايز نتيجة ما كانتش مرضية عموما يعني بالنسبة لجماهير النادي الأهلي ولكن قلنا نتفقد أنه في كتير من إيجابيات اللي طلعنا بيها من مباراة أمبارح أنا بشوف في أمبارح أولها أعتقد وبالذات الشوط الثاني الشوط الأول تقريبا تقريبا الأهلي مجاش أو الأهلي مقدمش المستوى أو المرضود اللي احنا كنا مستنيينه منه ودي ممكن تكون طريقة أو فكرة مستر مرسل كولر ممكن جايز يعني أنا ما دخلتش أو ما كلمتش مع رجل فمش عارف الرجل بيفكر إزاي لكن ممكن تبقى مرحلة الاستكشاف بالنسبة له لكن اللي قالي في الشوط الثاني عجبني اللي قالي في الشوط الثاني وده الأهلي اللي أنا أتمنى أشوفه وده ممكن إلى حد كبير يخفف من حدة النقد اللي اتعرض ديها الجهاز الفني وتحديدا مستر كولر في الفترات الأخيرة لأنه ما فيش مدير فني مطالب بتسجيل الإهداف المدير الفني المطلوب منه أنه يختار الطريقة الأمثل أنه يدرس المنافس بالشكل الأفضل أنه يختار العناصر اللي تقدر تحقق التاكتك بتاعه على أرض الملعب بأفضل شكل ممكن وده اللي عمله كولر في الشوط الثاني كولر في الشوط الثاني عمل كل شيء ممكن وقطيحة الأهلي في الشوط ده باستثناء فرصة الشحات طبعا في الشوط الأول تلت فرص مؤكدة بكلمكم على أجوال بالنسبة 90% منهم انفرادين مطلقين بالمرمى ومنهم كرة انفراد طاهر انفراد كاريم فؤاد وكرة بين كهربا وبرسيتا من مكاسب ماطش مبارح أعتقد كمان عودة السلية السلية وأنا كنت بأكد دايما قلت أنه أنا في اللحظة اللي بنتظر فيها عودة عمر السلية لأنه لعب لي سيبك من قصة الخبرات وسيبك حتى من الكورة وعمر السلية واحد من العيبة خاطر النص بالتأكيد المهمين جدا لكن عمر السلية يقدر يعمل بالانس في فرقة الأهلي جوة الملعب وبرى الملعب كأفضل ما يكون وأنا بشوف أن عودة عمر السلية مبارح واحدة من أهم مكاسب المباراة المساعدة من الضوانية جدا